السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا معي على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح نشرح لشلون بنقوم بنشر منشور اه على اليوتيوب. منشور صورة او نصف. مثل الفيسبوك بالضبط. يعني نحن ندخل على اليوتيوب. نلاحظ انه موجود اه بين مقاطع الفيديو صور يعني او منشورات نصوص يعني ميزة تحتها اليوتيوب اه مؤخرا مثل الفيسبوك بالضبط. يعني راح نلاقي صور منشورة هون وعليها طالقات واعجابات مثل اه فيسبوك. طبعا الخطوة سهلة وبسيطة. لا تتعرفوا عليها ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم من جديد. مثل ما ذكرت راح اشرح على شلون بنشر صورة او منشور على اليوتيوب. ولكن قبل متابع الشرح بتمنى منكم اول شي دعم لهذا الفيديو بوضع اعجاب لحتى ينتشر. بتمنى منكم ايضا انه تدعموا قناتي هاي لا توصل للمليون مشترك. نعم اخي انا هدفي هلأ هو الوصول بهاي القناة الى المليون مشترك. لهيك اخي بتمنى انك تكون انت من بين الاشخاص يلي ساعدوني للوصول الى المليون مشترك. طبعا نحنا وقتل بندخل الى قناة اليوتيوب لحتى ننشر صورة او منشور لازم نضغط يعني بالاعلى على اشارة الرفع يعني. بطلع عنا عدة خيارات متل رفع مقطع فيديو متل بس مباشر متل قصة. طبعا متل مشاركة. نحنا لحتى ننشر صورة رح نضغط على مشاركة. رح يفتح لنا هاي القائمة مثل الفيسبوك بالضبط. رح نكتب النص يلي نحنا بنريده هون. ازا احبنا ننشر نص. طيب ازا بدنا بنضغط اه على هاي الصورة لحتى ندخل صورة. ازا حبينا فقط بندخل صورة ما بندخل اه نص. بنختار الصورة نضغط عليها. رح تطلع الصورة في هذا الشكل. طبعا بنحدد هون ازا كانت الصورة علنية او خاصة. طبعا نحنا بنحطها علنية يعني لحتى كل الناس اه تشوفها. بعد الانتهاء بكل بساطة رح نضغط على انشاء مشاركة لحتى اه تنشر المشاركة. الان تم نشر المشاركة. طبعا نشلون نحنا بنشوف الصورة يلي ارسلناها او المنشور. بنشوف الاعجابات والتعليقات يلي اشتعلها. بكل بساطة رح نضغط على صورة القناة بالاعلى. ورح نضغط على قناتك. رح ننتظر شوي. عنا هون بالاعلى رح نتوجه الى المنتدى هذا القسم. المنتدى. طبعا هزا المنشور يلي نحنا قمنا بنشره فينا نعدله من خلال ضغط على خيارات ونضغط تعديل او حزف المنشور. هوني بنشوف التعليقات لا تعليق على هزا المنشور. اه بنشوف عدد الاعجابات وبنحزف يلي بنريده. وزا بدنا بنشوف المنشورات القديمة يعني حتى زا بدنا يعني مباحثين. منشورات قديمة انا نشرتها. طبعا نضغط على التعليقات بنلاقي عنا في تعليقات. بتمنى ان يكون افاداكم هذا الفيديو. ترجمة نانسي قنقر